اشتركوا في القناة ولا احنا طبعا بمجرد انتهاء فعليات 30 يونيو ووضع خلطة الطريق المستابل بتاعة مصر احنا فكرنا ازاي ان احنا يكون لنا دور ويمكن اجتمع مجلس ادارة الجمعية وبدأ يحط خطة عمل ونموذج عمل ان احنا ازاي نستهدف السوق المصري اكتر نقدم رجل الاعمال السعودي نقدم رجل الاعمال المصري ودي كانت الفكرة من بداية لو قلنا اهليات ومعايير اختياركو لعضاء الجمعية سواء على الجانب المصري او الجانب السعودي لا احنا ما عندناش معايير طالما رجل اعمال سعودي بيستثمر في مصر او مستهدف السوق المصري فهو فورا عضو سواء مصري مستهدف السوق السعودي او مشارك السعودي في السوق المصري فهو فورا عضو النهاردة لو قلت حضاك تقييمك لنجاح مصر لتنظيم عدة مؤتمرات اكسادية مع شهر سبتمبر 2013 ومع نهاية 2013 في بوادر كذا مؤتمر وان شاء الله احنا سمعنا في مؤتمر الصحفي ان فيه خطة حضاكو ل2014 اهم الخطوط العريضة لازل الخطوط اه والله احنا يعني منظرنا واحنا شايفين ان 2013 هو كانت عملية مخاطب تمر بي مصر والحمد لله ربنا وفقها وبعد وضع خارطة الطريق بعد يبقى فيه تهيئة مناخ الاستثمار واحنا شايفين ان ما شاء الله كان وزير الاستثمار او وزير التجارة والصنع رئيس المجلسين رئيس مجلس ادارة الجمعية اعضاء مجلس ادارة الجمعية الكل بيعمل من جانبه قدم وصاق لوضع مناخ الاستثمار الموضوع الجيد عشان ان شاء الله يبقى 2014 هو الانطلاق للاستثمار المصر اكيد مع طموحاتكو واملكو يجب ان يكون هناك تدخل من الجانب الحكومي ونقصد بها حكومة جمهورية مصر العربية ماذا التواصل بينكم وبين الحكومة المصرية احنا التواصل ما بيننا وما بين الحكومة دائما هناك في تواصل واحنا بنؤكد ان الحكومة والدولة تعمل الان على تشجيع الاستثمار بشطة طول اخيرا استاذ احمد مع نهاية 2013 ودخول 2014 الاستاذ احمد متفائل ام متشائم ده سؤال كلمة يوجهها للمستثم العربي والمستثم المصري والشعب المصري احنا متفائلين جدا ويمكن الكلمة بتاعتنا هي حفلة اتشين الجمعية ان شاء الله يوم 29 انا سلطان بن صحفق الدويش عضو مجلس ادارة الجمعية السعودية المصرية للرجال الاعمال وعضو مجلس الاعمال المصري السعودي من الجانب السعودي وعضو اللجنة التنفيذية لنفس المجلس ورئيس لجنة الاستثمار الزراعي في نفس المجلس ايضا ان العضو المنتدب لشركة رخاء الاستثمار الزراعي وهي شركة مصرية برأس مال 100 مليون وتعمل في المجال استصلاح الزراعي في جمهورية مصر العربية من عام 2008 اولا مرحبا بك في القاهرة لو حبينا نقول فكرة انشاء او توقيت انشاء جمعية رجال الاعمال المصري السعودية والله صراحة بالنسبة للجمعية هي كانت فكرتها وليدة بسبب ان المستثمرين السعوديين لما يحضروا الى مصر يواجهوا بعض المشاكل والمتاعب في الوصول الى بعض البعلومات والبيانات اللي تخص المستثمر او يحتاجها المستثمر في اي بلد وكان فيه نقاش دار بينه بين السيد احمد صبري درويش اللي هو الامين العام للجمعية علنوا كيف احنا نوصل المستثمر للبيانات والمعلومات وانه يكون يسلق الطريق الصحيح في جمهورية مصر العربية ومن هنا تقريبا من ثمان تسع تشهر بدأت الفكرة والرجل يعني عمل عليها وكن دعوين بعض رجال الاعمال وانضموا الى الجمعية ورحبوا بالفكرة ومن ثم كانت امر واقعها هو اليوم احنا انشاء الله يعني ندشنها يوم ٢٩١٢ تحت رعاية سفير خادم الحرامين الشريفين معالي السفير احمد ابليز القطان لو قلنا رؤية حضرتك للوضع الاقتصادي الحالي في مصر هل هو مؤشر او علامة اللي شقعتكو على تدشين هذه الجمعية والله ما في شك ان هناك فيه معوقات وهناك فيه فرص استثمارية المعوقات يجب العمل على حلها والتواصل مع الجهات ذات العلاقة في هذه المعوقات الجمعية تلعب دور مهم جدا في هذا الموضوع ايضا بالجانب الاخر ان هناك فرص استثمارية لا تراها عين المستثمر لا تراها عين المستثمر فبالتالي احنا بنففر هذه الفرصة وبنعرضها للمستثمر او المستثمر السعودي انه يطلع على هذه الفرصة وانه يجد فيها ان شاء الله فرصة للاستثمار لو ان تقييم حضرتك لاداء الحكومة المصرية مع نهاية عام 2013 هل هو اداء مبشر ام فيه هناك مخاوف والله يا اخي دايما عشان الواحد لا يكون يعني لا يعطيك رد لرد واضح وصحيح ما فيه اي مخاوف عند المستثمر السعودي في استثمار في جمهورية مصر العربية لقناعات لدى المستثمر انه البلد هذه ان شاء الله دايما هي دخلوها ازمي بقلوب سلام عاملين وما في شيء قلق الحكومة يعني تحاول جاهدة وتعمل ولمسنا هذا الشيء منها لتذليل جميع العقبات للمستثمر في جمهورية مصر العربي وهذا فعلا احنا لمسناه من الحكومة بدون استثناء لو ان حجم الاستثمارات الفعلية على ارض الواقع في مصر حاليا وطموحات جمعية رجال العمالة السعودية المستقبل هو معروف انه سبعة واثنين في العاشرة مليار دولار هي حجم الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية وهي الاكبر في حجم الاستثمارات كدولة يعني الطموح لن يتوقف لدى المستثمرين هناك عوائق وهناك مشاكل ان شاء الله في تدليل هذه العوائق وهذه المشاكل سنرى استثمارات اللي لم يكن مثل هذا الرقم سيكون قريب منه استضافة مصر مؤتمر دولي خلال شهر سبتمبر مؤتمر التعاون الخليجي اللي نظمته دولة الامارات في مصر والنهاردة بنتكلم على مؤتمر تدشين جمعية رجال العمال السعودي المصري يوم 29 ان شاء الله وفي كلام ان القويت تتعمل مؤتمر في شهر يناير 2014 مدى التعاون بين الدول وبعضها الاشقاء لمصر في دعم الاقصاد المصري والله يشوفهم مكملين لبعض امس كانت الامارات في منتد المصر الخليجي وكان الحضور السعودي هو الاميز يعني دولة الامارات هي من قام بتنظيم هذا المنتدى مع وزارة الاستثمار في جونة المصري ولكن الاغلبية من رجال العمال اللي حضروا هم السعوديين فهم مكملين الاماراتيين مكملين للسعوديين السعوديين مكملين للكويتين الكويتين مكملين لبعض لما كان في المنتدى الخليجي كان هناك اعلان عن استثمار للسعودية وهذا الاستثمار كان لشركة رخاء للاستثمار الزراعية اللي هي استكمال توقيع عقد تمويل ب150 مليون ريال كان يفترض ان يوقعه رئيس مجلس إدارة الشركة اللي هو الشيخ محمد العمدل الراجحي والذي انابني عنه في توقيع هذا فكان هذا من الاحداث التي كانت في منتدى الخليجي سنرى ان شاء الله في الجمعية مماثل لمثل هذه الاستثمارات وان شاء الله نرى في الكويت يكون في استثمارات كويتية ويكون في استثمارات سعودية فالعملية هي مكملة لبعض اللغة التواصل ما بين جمعية رجال اعمال الصعودية المصرية والحكومة المصرية هل فيه اوجو تعاون مشترك فيه استجابة من الحكومة لدعم هذه الجمعية بكل سراحة يعني في خلال فترة الوجيزة والقصيرة دي وجدنا دعم متكامل نتوقع ان شاء الله لهم حضور في الجمعية وحضورهم هو اللي ممكن يجاوبك على هذا السؤال عدد الحضور اللي حيكون من الحكومة هو اللي حيجاوبك على هذا السؤال ان شاء الله لو قلت لحضرتك ونحن مقبلين على عام 2014 طموحات السلطان كرجل اعمال مستثمر عربي سعودي في مصر لعام 2014 وارسالة يوجهها اولا للمستثمر العربي والمستثمر اجنبي والشعب المصري والله الرسالة هي باختصار شديد جدا انه والله المستثمر انه مصر امنة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والوضع الحالي الحاجة الثانية اللي انا اقولها اقول للحكومة المصرية يجب ان يكون هناك تسريع في التعديل لبعض التشريعات والقوانين التي تطمئن المستثمر بصفة عامة وهي فرصة الآن انه في تعديلات في الدستور وهي يعني بعد منتهى الدستور الآن ويقراره هناك بعض التشريعات والقوانين انها تكون مرحلة انتقالية تساعد المستثمر في اداء مهمته في جمهورية مصر العربية من إجابة حضرتك اكيد للمستثمر العربي في تشريعات معينة حاطت عينوا عليها في بعض الملفات سواء الزراعية او الصناعية او النقل او ايا كان المسمى في تشريعات معينة اكيد المستثمر العربي مركز عليها اهم هذه التشريعات اللي انتوا حابين الحكومة تخوض فيها وبجدية وبصرعة والله هذه الرسالة وصلناها لخامة الرئيس على ضوء منتدى الخليجي لما استضاف رجال الاعمال وتشرفوا بالسلام على فخامته اللي هما رجال دول الخليج كانوا قاطبة اللي هما السعوديين والاماراتيين والكويتيين والقطريين والبحرينين والعمانيين كان لهم موجود نقلوا رسالة واضحة لفخامة الرئيس ووعد الرئيس انه ان شاء الله سيكون فيها قريبا تعديل بما يتوافق مع مصلحة المستثمر والحفاظ على حقوق الحكومة في مثل هذه التشريعات أكيد لرجال عامال مصريين دور بارز جدا في التعاون والتواصل مع رجال أشقائهم العرب سواء سعوديين أو الاماراتين أو الكويتي انه التواصل دائما بين رجال عامال مصريين ودورهم في الجمعية مستقبل والله يا أخي التواصل كان موجود لكن احنا ان شاء الله وثقنا هذا التواصل وقربنا أكثر من خلال هذه الجمعية في اجتماعاتها المستمرة وفي لقاءاتها وفي المنتديات والمؤتمرات المستثمرين السعوديين والمصريين فيما بعض عددنا على السيد سلطان شجعته في التصريحات وقرؤته في التصريح الإغبارية لغة الاقتصاد لغة الأرقام القيمة أو النبلغ المتوقع استثمار احنا وقفنا عند سبعة واثنين وعشر مليار توقعاتك للاستثمارات القابلة والله يا أخي صراحة أنا قلت قبل كذا في أكثر من مناسبة أن المستثمرين جادين وأن المستثمرين حريصا الاستثمار وهذا سيعتمد على حجم الفرص التي ستطرح من الجانب الحكومة المصرية على المستثمرين لكن لا أستطيع أن أحدد لك رقم ممكن أعطيك رقم يكون أقل مما هو متوقع لكن اللي أكد لك كل الفرص التي ستطرح مكتملة للجوانب وواضحة المعالم أتوقع أنه سيكون في استثمارات كبيرة جدا شكرا سلطان ومرحب بكم في القاهرة شكرا وإحنا في بلدنا وشاكل لكم يا طيب مع السلامة شكرا